شارك نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية صناعية وزير صناعة والنقل كامل الوزير بفعليات مؤتمر الصناع والبيئة من أجل تنمية خضراء الذي نظمته وزارة البيئة وخلال كلمته استعرض الوزير ملمح خطة أنهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية مشيرا إلى أن القطع الصناعي يأتي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حاليا بنسبة 16% وأكد الوزير العمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة موضحا أن هذه القطة تعتمد على سبعة محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لما يتم استراضه من الخارج